كما عقد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج جلسة مباحثات مع الشيخ محمد عبد الرحمن الثاني رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة كدى وزير الخارجية على أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتأسير نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق القطرية بحث عبد العاطي مع نظيره القطري مستجدة الحرب الدائرة في قطاع غزة والجهود المشتركة للبلدين للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية وكذلك الجهود المبذولة للحيلولة دون توسيع رقعة الصراع في المنطقة كما تطرقت المباحثات إلى عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومن جانبه ثمن وزير خارجية قطر عالية الوثيرة التصاعدية لتنامي العلاقات بين البلدين الشقيقين مؤكدا على ما يجمع القاهرة والدوحة من روابط قوية وأواصر عميقة